ضعيها لبشرتك قبل النوم سيصبح وجهك ابيض قلقمر في الصباح تفتيح قوي وسريع جدا ايوة زي ما بقولك بمكونين اتنين وبس مش هتصدق النتيجة وكمان هتتصدمي حاجة كده سحر صالوا على النبي لو اول مرة تشوفوني انا مطبخ مامة سولة اسراء ودي قناتي على اليوتيوب هنعمل النهاردة وصفتين او ماسكين لو عملتهم كل يوم قبل النوم هتصحي كده الصبح في الصباح الباكر كده اول ما تصحي من نوم هتلاقي وشك بيه نور حرفيا بمكونين اتنين بس اسهل حاجة هتشوفيها في حياتك يلا شارك الفيديو على قد ما تقدري علشان كل الناس تستفاد واشتراك في قناتي وفعالي زر الجرس علشان كل منازل وصفة جديدة يوصلك اشعار بيها اول حاجة هنحتاج مكونين اتنين والمكونين دول سحر كل اللي انا هنحتاجه لاموناية وطمطماية هنقسم ايه طمطماية نصين بالطريقة دي واللمونة هنخليها في جنب دلوقتي وتعالوا نشوفها هنعمل ايه قبل النوم كل يوم اول فكرة معايا دي سهلة جدا وانا واثقا ان بعد الفيديو ده هتعتمديها كل يوم قبل النوم الوصفة الاولى دي تقدري تعمليها قبل النوم او الصبح هتجيبي نص طمطماية ونص معلقة من السكر السكر اللي بنعمل بالشاي وبنعمل بالعصير وبعد كده بنجيب ايدينا او الشنا المنطقة اللي انت حابة تفتحيها وتشيل الجلد منها الميت وتخليها كده صفية وزي بشرة الاطفال هنبدأ بقى ان احنا نبليها بالمية مية عادية جدا فترة ملحنافية خلاص انا بليت ايدي هوت لو هتعملي وشك يبقى هتبلي وشك المنطقة اللي تعمليها اهم حاجة ان انت تبليها بالمية وما تنشي فيهاش تسيبها مبلولة هتجيبي بقى الطمط مية بالسكر وهتبدأي تعملي زي عامليه التدليج كده للمنطقة اللي انت بليتيها بالمية بالمناسبة الفكرة دي كمان تنفع للمناطق الغمأة فيه الجسم ايا كان المكان اللي انت عاست تعمليه فانت هتفضلي ماشية كده بالطمط مية والسكر لمدة 3 دقايق اقل حاجة وهواريكي النتيجة ده سهل جدا ومش محتاجة اي حاجة كل اللي انت محتاجاه نص طمط مية ونص معلقة من السكر هاخسل ايديا وهواريكي النتيجة شكل ايديا بعد حاجة تانية تفتيح نعومة ترتيب ايديا عاملة زي ايدي اللي بيبهاد بزدق تفتيح ملحوظ جدا جدا من درجة درجتين لمجرد ان انا دلكت ايدي بالسكر والطمطم ونعومة غير طبيعية انت جارة بيها كل يوم الصبح او بالليل الفكرة دي تنفع في اي وقت في اليوم بجد رهيبة تعالوا بقى نشوفوا الفكرة التانية اللي هي سحر عايز اقولك سر بقى من اصرار الجمال اشتركوا في قناتي وفعالي زر الجرس يلا بسرعة كم انت حلو زيك شجعيني فيه واكتبيوا لي بيتمعيني من اي بلد او من اي دولة هنجيب نص الطمط مية التاني وهنبدأ كده من المبشرة ان احنا نبشرو عايز اقولكو كنز اللي انا هعمله دلوقتي سحر هتشوف النتيجة بعينك حاجة كده معجزة اهم حاجة ان احنا نبشرو نص الطمط مية تماما ما نخليش فيه اي حاجة نهائي غير الاشر لو حست بقى ان انت تستفادي من فيديوهاتي والافكار اللي انا منزلها ما تبخليش عليا باللايك وكومنت الحلو وان انت كمان تشاركي الفيديو مع اصحابك وحبيبك وان ان انت تشتركي في قناتي واتفعالي زر الجرس علش عشان كل منزل وصفة جديدة يوصلك اشعار بها خلاص هرمي بقى القشر انا مش محتاجي كده خلاص انا بشرت الطمط مية وده القشر بتاع الطمط مية او النص طمط مية حاجة سهلة كده وبسيطة ومريحة لكن نتيجتها رهيبة فعلا اللي هتشوفي بعينك مش هتصدقي كده خلاص انا خدت البشر بتاع الطمط مية هبدأ اجيب طبق تاني وصفة وهبدأ ان انا اصفي بشري الطمط مية او عصير الطمط مية كويس جدا وده طبعا لان انا مش عايزة فيه طفل ولا اشر ولا اي حاجة خلص كل اللي انا محتاجه العصير المركز بتاع النص طمط مية يا اسراء بجد الوصفة دي مضمونة لا ده انا عايزة اقوليك كلمة مضمونة دي قليلة عليها شوفي بقى بتشوفي وصفات كتير مكوناتها كتير لكن هي ديت الوصفة اللي من اول استخدامت قصما بالله انا وصفة انت هتدعي لي مش هبقى معاكي بس انا وصفة انت هتفتقاريني وهتدعي لي وهتتأكد بنفسك ان هي وصفة رهيبة كده خلاص انا خدت العصير المركز بتاع الطمط مية صافي مفجوش اي تفل ولا اي اشر هنجيب بقى اللمونة وهبدأ ان انا اسمها نصين وهستخدم نص لمونة واحدة فقط لا غير اما النص التاني تقدروا يتحتفظي بيه في التلاجة ممكن تستخدميه في وصفة تانية هنبدأ نجيب نفس الصفة اللي صفينة بيها الطماطم وهبدأ بقى كده ان انا اعصر اللمونة علشان ما ينزلش لطفل ولا حتى بزر احنا عايزينها وصفة كده ايه هادية جدا حاجة ارأي من الرئة نفسها لان بجد رهيبة انت لو جربتها مش هتصدق اللي هتشوفه بعينك كده خلاص انا عصرت نص اللمونة اللي لسه ما تغطش لايك يلا لايك كم انت حلو شجعوني بيه واكتبولي بتتابعوني من اي بلد او من اي دولة في مكون سحر هنضيفه و هنعرف ايه هو دلوقت المهم ان احنا في المرحلة دي نقلب عصير النص اللمونة مع عصير النص طمط مياه لمدة دقيقتين بالزبط عايزاهم يبقى فيه امتزاج كامل ما بين اللمون والطماطم معلش لو سوتي متغير شوية لاني تعبانة شوية وعند دور برد صعب دعوتكم ليه بقى هنجيب معلقة و هناخد معلقة من مية الورد و يستحسن ان مية الورد اللي احنا نستخدمها هنا تكون مية ورد مركزة بعد كده هنخلط الكلام ده كله كويس عايز اقولك ان هي مش مجرد يعني وصفة بعملها و خلاص لا ده انا عايز اقولك ان الاسهر بتاعها بيفضل كده على المدى البعيد تلاقيها بالاسبوع مدية نتيجة رهيبة فانتي ممكن تعمليها مرة في الاسبوع و ممكن من جمالها تعمليها كل يوم فعلا هتخليك جميلة جدا 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 و هتحل كل مشاكل البشرة عندك هنجيب بقى قطعة من القطن كل يوم قبل ما تنامي تكوني غسلة وشك كده او عاملة السكراب بتاع السكر والطماطم اللي انا عملته في البداية وتجفيفي وشك تماما ما ببقاش عليه بقى كريمات ولا اي حاجة نهائي غسلة ومسحة بالفوتة هتجيب بقى قطن عشان القطن بيبقى رقيق كده على البشرة و هتبدأ النين تتمشي على وشك و المناطق غامقة كمان فانتي عمدها كده على وشك او بشرتك و عموما اي منطقة حابة نين تتفتحيها بروف كتام كده و تحاولي نين تتوزعي بالقطنة و ده قبل النوم مباشرة مش الصبحة او في نص اليوم الوصفة رقم اتنين دي بتتعمل قبل النوم مباشرة اعمليها بقى و نامي كده و استجمي و انتي قفل النور و اصحي بقى الصبح اغسلي وشك و انا عارفة ان انت هتدعيلي من غير ما اقولك ان انت تدعيلي فهتدعيلي دعوة حلوة كده ان انا اوصل بكم للمليون مشترك و استدقوني الوصفة دي رهيبة احلى من اي وصفة و احلى من اي مصكو احلى من اي منتج ممكن تستخدمي البشرتك هي هتفتح بشرتك من 3-4 درجات و ده من اول استخدام يعني مين بالليل للصبحة ايه والله زي ما بقولك مش بس كده بقى ده في حاجة رهيبة انا بلاحظها دايما كل ما بعمل الموضوع ده ان هي بتخلي البشرة نعمة جدا يا بنات زي بشرة الاطفال رهيبة زايد ان هي بتقدي على حبوب الشباب وبتشيل الهالات السودة اللي تحت العين وبتشيل كمان الرؤوس السودة و زايد ان هي بتشد التجعيد و ما بتبينش اي تقدم في السن فهي حلوة جدا للصبايا وللستات الكبيرة في السن جربوها و اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو القادم والسلام عليكم